السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعملين ايه فيديو جديد مع الزمالك حبنا اخبار مهمة جدا تخص القطبين الاهلي والزمالك النهاردة احداث كتير تخص الشارع الزمالكاوي عن الصفقات عن تجدد اودي اللاعبين عن الراحلين يلا بينا على الاخبار بس هم حاجة دعمونا باللايك والاشتراك في القناة لا والفيديو اعجبك هنبتدي بتجديد عقود اللاعبين وبالاخص حراس المرمى محمد عواد عقده ينتهي مع الزمالك في نهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع في يناير ماذا سيحدث لمحمد عواد مع الزمالك لا للزمالك يرغب في تجديد عقد عواد ومحمد عواد يوافق على التجديد مع الزمالك دون شروط اخبار مدفعين الزمالك المصابين وامكانية مشاركة احدا منهم في مباراة ابو سليم الليبي في افتتاحية الزمالك في كنفضل اللهي محمود علاء اختبار طبي هيحسن مشاركته في مباراة ابو سليم وطبعا مشاركته دي في ايد طبعا الكابت المعتمد جمال انما اللي هيحسن مشاركته في التدريبات الجماعية واستعداداته تمام للمباراة هو الاختبار الطبي اللي هيعمله في خلال الساعات القليلة القادمة تمام عشان هو كان تعرض لاصابة في العضلة الخلفية تمام وطبعا هو يخف منها وقرب ان هو تعافى والاختبار الطبي اللي هيحدد مصير اللاعب محمود علاء من المشاركة هل تعافى ولا اخبار صفقة مروان حمدي هل مروان حمدي يعود للزمالك بعد الفترة اللي لعبها مع الزمالك ثم مشي اللاعب مروان حمدي كان المصري عرضه للبيع نتيجة انه هو وهو طلم في مباراة ما تف او بسك على جمهور النادي المصري تمام في النادي غرمه مليون جنيه وعرضه للبيع ففي تقارير صحفية بتقول ان الزمالك دخل في مفاوضات واقرب يعني خلص يعني وطبع خلص قريب جدا في صفقة مروان حمدي تمام ولكن الاجابة اني طلع مصدر من دخل المصري وهو اه طبعا النائب مجلس الادارة في المصري بيقول اني لم تصل للعب اي عروض حتى الان وقال لو حصل حاجة في ملف مروان حمدي هيتم الاعلان عنها ده كلام نائب رئيس نائب مجلس ادارة النادي المصري خبر مهم جدا يخص النادي الاهلي خبر انا شايفه خبر غريب وهقول لكم ليه محمود خطيب رئيس النادي الاهلي كلف احدى المسؤولين في القطاع الرياضي بانهم يشوفوا اللعيبة الاجانب في كل المراكز في الالعاب الرياضية تمام في كل يعني مثلا سواء في الدفاع او في الهجوم لا في كله مش فرقة المهم في كل الالعاب الرياضية تمام يشوفوا اللعيبة الاجانب فيها اللي بتاخد رواتب مرتفعة عشان عايزين يمشوا معظمهم طب هوا في سواء وعذروني في اللي هقوله تمام دلوقتي اذا كان الاهلي بيشتكي من من الفلوس وان الاهلي مش قادر على فلوسهم يا سلاة الاهلي مش قادر على فلوسهم وبحان الله بالزم مش دي غريبة حبيتين انا الله عرفوك ان الاهلي يعني يعرف يجيب فلوس منها يا حيط يعني بصراحة يعني ده كفاية ده كفاية ده كفاية بس الرعال على هم على التشارتات بتاع النادي شوف بقى كم راعي وفي كم وفي كم لعبة هم بيقولك احنا عايزين نمشي كم لعبة اجنبي ومالو ومالو مجسفة من كهربا ومحاميه اللاعب محمول كهربا ماشي في اتجاهين عايز يعملهم عايز ان هو الغرامة ما تدفعش في الفترة اللي احنا فيها لي يستنى لغاية الموسم عشان يدفع الغرامة من خلال الفوائد بتاعة البنك عشان هم احضط الفلوس دلوقتي في البنك فعايز يقضي الفلوس الفايدة ويدفعها في الغرامة تمام الاتجاه التاني انه عايز يجيب لاعب من الذمالك للاهل زي نظام امام عشور وظن انتوا فاهمين قصد تمام اظن كده الموضوع يعني بقى على المكشوف كهربة مش هم مرتضى يعني لما كان بينخدم على الغرامة مش قصده مرتضى ده قصده الزمالك انتهت حلقتنا اشوفكم في فيديو جديد والسلام عليكم